هو بالأساس كان كاتب قصة قصيرة كان كاتب مجموعة قصصية ونشرها في أخريات الستينيات لم تحقق النجاح الجماهيري الذي انتظره هو فلحسن حظ الأدب المصري ومن ثم العربي وقعت المجموعة في يد كاتب كبير شهير متمكن عن به الراحل الكريم الأستاذ سلمان فياض واختار منها قصة قدمها للتلفزيون صخرة والأستاذ سلمان فياض لما أرى نصحه أنه يتفرغ لي كتابة الأعمال التلفزيونية وهو كان حكا لي أنه هو في بداياته كان مصر على كتابة الأدب بس أصدقاءه ساعتها جمال الغيطاني محسن زيد زي هم قال لي أنه هو نقاشاته معهم أن الأدب جمهوره محدود وأنه يعني هو قال لي كده احنا بنقرأ البعض وده كان ذكاء من أستاذ عكاشة أنه في نفس اللحظة اللي هو بدأ فيها كان أدرك قوة جهاز التلفزيون وقرر على العكس وده بقى كتير من جيله أن يكون تأثيره من خلال هذا الوسيط فضلي عافر السنين الأولى فوقها حاطت قدام عينه أنه ولادي دول أنا لازم عايشهم طب أتنقل من الوظيفة دي للوظيفة دي وحاول أستحمل شوية أسافر الكويت حب ما كملش شهرين هناك كان بيبعد جوابات أيامها لولدتي يحكي لها هو إزاي مش قادر يبقى بعيد عننا يعني وأنا مش هفضل كده وأنا مش قادر أستحمل كده لا استحملت وظيفة عادية أروح فيها موظفة أشتغل من الصبح لحد الساعة ثلاثة ولا قدر أستحمل إن يبقى في بلد تانية بعيد عن بلدي وبعيد عن نقم وفجأة في يوم وليلة بصوا لقوه قدامهم وقال لهم أنا مقدرش أستحمل أكتر من جده حتى لو كان فيها مغامرة بس أنا لازم أكمل بالشيء اللي أنا مقتنع إنه يناسبني وأقدر عليه